السلام عليكم إن الديدان الصغيرة الموجودة داخل الفواكه مثل الدراء والخوخ والمشمش والحمضيات والتين والمنقى وغيرها من الفواكه سبب زبابة صغيرة تدعى زبابة الفاكهة كما مشاهد والتي تضع بيوضها قبيل نضج الفاكهة وتستمر بوضع البيوض طيلة فترة نضوج الفاكهة تضع بيوضها تحت قشرة الفاكهة ثم تفقص البيوض داخلها تتعطي ديدان تسمى يرقات وتسبب ضررا كبيرا في المحصول سنتكلم في هذا الفيديو عن طرق المكافحة لهذه الزبابة أول خطوة في عملية المكافحة أن نبدأ بمراقبة الحقل لمعرفة فيما إذا كان هناك وجود زبابة الفاكهة فيه ويتم ذلك بتعليق المصائد الصفراء اللاسقة في أماكن مكشوفة على الشجرة ويعمل لون المصيد الأصفر بجذب الزبابة إليه فتلتسق الزبابة ولا تستطيع الهرب ويتم فحص المصائد الصفراء بشكل دوري فإذا شاهدنا الزبابة فهذا يعني بدء الإصابة كما أن عدد الزباب الموجود على المسيضة يعطينا فكرة أيضا على كمية انتشار الزباب في الحقل وحجم الخطر المتوقع على المحصول وهناك عدة طرق للمكافحة أهمها هي طريقة المصائد ويوجد من المصائد أشكال مختلفة يمكن شراؤها أو يمكن أن أعملها في البيت بشكل سهل وقد شرحنا طريقة عملها في فيديو سابق وتلقى خاص عمل المصيدة بإجراء ستة سقوب بقطر 6 ميلي متر في القسم العلوي بحيث تدخل الزبابة من خلال السقب ولا تستطيع الخروج وتموت يوضع داخل المصيضة مادة غزائية جازبة في القسم الصفلي من المصيضة تجذب إليها الزباب فتدخل من خلال السقب يتم تعليق المصيضة على الشجرة يتم تحضير المادة الغزائية الجازبة على الشكل التالي نضع لكل كوب ماء دافئ سنضع لكل كوب ماء دافئ ملعقة صغيرة من خميرة الخبز الجافة يعني كمية تقديرية ملعقة صغيرة سنضع أيضا ملعقتين سكر ونضيف ثلاثة أربع نقط من صابون سائل وهذا يكفي يمكن إضافة مواد أخرى مثل نكهة الفانيلا لتجذب زباب من خلال الرائحة ولكن غير مهمة المهم هو الخميرة والسكر والماء إذن يمكن إضافة فانيلا يعني ملعقة صغيرة ممكن نضيف للمزيج ثم نقوم بخلط المزيج جيدا ثم يوضع في المصيض توضع مسيضة على كل شجرة تقريبا ويتم استبدال المادة الجازمة بداخل المصيضة كل أسبوع هناك نوع آخر من المصائض هي مصائض الجنسية التي تجذب زكور الزباب من خلال الرائحة تضع هذه المصائض هي المصائض الفيرمونية وتحضر بأن نضع كمية قليلة من المادة الفيرمونية الجازبة مع مبيت حشري على قطعة قطن موجودة داخل المصيضة كما هو مشاهد هذه الطريقة من طرق المصائض الفيرمونية يتم وضع المصائض الفيرمونية على محيط الحقل لأنها ستجذب الزباب من الحقول المجاورة أيضا ويوجد مصائض فيرمونية جاهزة بدون مبيت حشري أي يوضع الفيرمون كما مشاهد في هذا النوع من المصيضة في أعلى المصيضة التي تكون بشكل هرم وفي أسفل المصيضة يوجد مادة لاسقة تمنع من هروب الزباب عندما تقف عليها تستخدم المصائض أيضا لمحاصيل الخضروات يتم استبدال الطبقة اللاسقة عندما تمتلئ بالحشرات وتوضع طبقة لاسقة أخرى وأيضا يتم استبدال المادة الفيرمونية كل شهرين أو حسب التعليمات الموصى عليها تقريبا هذه المصائض تستخدم أيضا لأشجار الفاكهة أو لمحاصيل الخضروات مثل الطماطم من الضروري جدا جمع الفواكه المصابة التي سقطت على الأرض ووضعها في كيس بلاستيكي ونحكم إغلاقه ونضعه تحت أشعة الشمس لمدة أسبوع لماذا؟ لأنه عندما تسقط الفواكه المصابة من الشجرة إلى الأرض تخرج الديدان الصغيرة أي اليرقات الموجودة في داخلها إلى التربة وتتحول إلى شرنقة ومنها إلى زبابة وبالتالي سيزداد عدد الزباب في الحقل وتزداد إصابة الفواكه كما أن تربيط الطيور والسيمة الدجاج وساعد في المكافحة لأن الدجاج يتغزى على ديدان زبابة الفاكهة كما يقوم الدجاج بنكش التربة وإزالة العشاب حول الشجرة كما يعتبر النمل أحد الطرق الحيوية في المكافحة حيث يتغزى النمل كما مشاهد على جميع أطوار الزبابة سواء اليرقة أو الشرنقة أو الزبابة البالغة فهنا كما نشاهد في الفيديو نرى أن النمل يقوم بقتل اليرقات وبعد أن يقتل اليرقات يقوم بعملية نقلها إلى بيته ليتغزى عليها فقد وجد في الأبحاث أن النمل يقضي على 40% من زبابة الفاكهة كما لا ينصح بزراعة أشجار فواكه متنوعة في نفس الحقل لأن الزبابة ستنتقل من موسم إلى آخر وبالتالي لن تموت وستتكاسر وتنتشر أكثر في الحقل فمثلا عندما ينتهي موسم الرمان والتين ستنتقل الزبابة إلى موسم الحمضيات المجاور إذا وجد في نفس الحقل كما هو موجود في هذه المزرعة وبعده ستنتقل إلى موسم الخوخ والدراق في الربيع إن وجد أيضا في الحقل من طرق المكافحة الطبيعية الفعالة هي حماية الفاكهة من الإصابة بوضعها في أكياس من الورق أو القماش أو أكياس خاصة زاد سقوب صغيرة أو يمكن وضع الغصم بكامله مع الفواكه الموجودة فيه داخل الكيس أو يمكن تغطية الشجرة بكاملها بشبكة زاد سقوب ناعمة بحيث تسمح بدخول الهواء والشمس وتمنع دخول زبابة الفاكهة تطبق هذه الطريقة إذا كانت شجرة صغيرة حجمها صغير إذن هذه أهم طرق مكافحة زبابة الفاكهة طبيعية بدون استخدام مبيدات أحشرية في النهاية يرجى تقييم الفيديو بوضع لايك إن أعجبكم تحياتي لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر